أكدت وزارة البترول أن منطقة الصحراء الغربية لا زالت تذخر بالعديد من الفرص الاستثمارية المتميزة مشيرة إلى أن قطاع البترول يعمل على جذب شركات بترول عالمية متخصصة في الحفاظ على معدلات انتاجية الحقول المتقادمة بالإضافة لزيادتها وخلال لقائه وفد شركة أبيكس الأمريكية أكد وزير البترول طارق الملة أن التكنولوجيات الحديثة فتحت مجالات أوسع للعمل البترولي في أعماق لم تكن ممكنة من قبل كانت شركة أبيكس بدأت نشاطها في مصر في عام 2017 بتوقيع أول اتفاقية للبحث والاستكشاف بمنطقة شرق مليحة بالصحراء الغربية والتي نتج عنها تحقيق أول كشف للزيت الخام بحقل فجر ترجمة نانسي قنقر